السلام عليكم أحياكم الله يا أبنائي إن شاء الله اليوم مع بعض حنكمل درس المهارات ونقضي درس الجديد المهارات العلمية المهارات العلمية هذه مهارات بنشوفها الآن إحنا نمارسها في وقت ما نطبق الطريقة العلمية وإيضا إحنا أصلا نمارسها في حياتنا كثير في البيت يوميا نمارسها في المدرسة إحنا نراحل المسجد إحنا نراحل السوق كثير من هذه المهارات إحنا نمارسها لكن في المختبر في حصة العلوم إحنا نمارسها بشكل أدق طيب وش هذه المهارات أو مثل ماذا عندنا من المهارات اللي نتعلمها أو نشوفها مثل هالولدين العام بالصورة إيش قاعدين يسوون ممتازين قاعدين مع بعض خلاص وعندهم تفاح وعندهم طماط وعندهم ورقة ونقلم وقاعدين ممتازين قاعدين تناقشون يتواصلون مع بعض يتكلمون مع بعض أيضا لو لاحظنا بالصورة وش نلاحظ يا سلام عليكم الاثنين قاعدين يناظرون أو واحد منهم والثاني قاعد يتواصل معه يناظر ليش للتفاحة ففي نقاش أكيد بينهم على هالمادتين اللي عندهم التفاح والطماط طيب اللي هي الملاحظة هم لاحظوا حاجة طيب الملاحظة بماذا تحدث كيف تصير الملاحظة يا سلام عليكم تصير بالحواس إحدى الحواس الخمسة الحواس الخمسة ممكن تكون بالتذوق عن طريق اللسان بالتذوق خصوصا إذا كانت المواد عندنا آمنة يعني مثل التفاح مثل البرتقال مثل الليمون هذه مواد آمنة لكن ليس صحيح أروح أتذوق مثلا كلور طيب أو أتذوق مادة حارقة أو أتذوق صابون مثلا هذه بعض المواد لا يصلح أن تذوقها وبعض المواد لا تكون آمنة فمثلا ألاحظ بالتذوق أو ممكن ألاحظ باللمس ألمس الشيء أشوفه ناعم خشن متوسط الخشونة أو ممكن ألاحظ بيش بالنظر مثل ما أخذنا بالحصة الماضية في الطريقة العلمية يوم لاحظوا العلماء الفجوات الفتحات الصخور الموجودة في الصخر البركاني نلاحظ بيش بالعين أو ممكن بالشم أشم رائحة شيء معين طيب وألاحظ أقول الله في ريحة حاجة احترق في البيت طيب على الفرن فهذه من ثلش من الملاحظات إحدى الحواس الخمس اللي ممكن ألاحظ فيها أو أني أسمع صوت مثلا كنت أسوي تجربة وصار عندي فقاعات أسمع صوت الفقاعات وأشوفها فهذه الملاحظة تصير بإحدى الحواس الخمس هذه من المهارات اللي لازم نركز عليها وإحنا نشتغل في التجارة العلمية أيضا من الأشياء عندنا تكوين فرضية أفترض طيب وش معناها فرضية يعني أضع عبارة خلاص العبارة هذه ممكن أني أختبرها فمثلا الأولاد اللي عندنا هنا وضعوا عبارة وش يقولون عدم عدم تعرض الطماطم هذه الطماطم لكمية مناسبة من أشعة الشمس ما تعرضت الكمية مناسبة لأشعة الشمس خلاص فجعل لونها برتقالي هذه فرضية هم فرضوها طيب يروحون بعدين طبقون عليها خطوات البح أو الطريقة العلمية اللي قلنا يختبرون هذا التوقع يختبرون هذه الفرضية ويوصلون لنتائج والنتائج ممكن تدعم فرضيتهم أو ترفض فرضيتهم في الفرضية عبارة مكتوبة أو نقدر نختبرها خلاص يمكن اختبارها طيب وش غير هذه المهارات اللي عندنا ممكن يكون عندي أتوقع الشيء طيب وش معنى توقع أكتب نتائج توقع لحادثة أو تجربة مبنية على ايش مبنية على معلومات حقائق أنا أعرفها من قبل يعني عندي خبرة طيب مثل ما أخذنا في الدرس الماضي في الطريق العلمية كان عندنا معلومات أخذناها بصف ثالث عن البراكين فما أبني أو ما أقول توقع إلا عندي معلومات سابقة عنه طيب فمثلا أقول أن ينضج الطماطم عند تعريضه لكمية كافية من إيش من الشمس أنا أعرف أن الطماط هذا إذا تعرض الكمية كافية من الشمس ممكن إيش ينضج فهذا توقع طيب إحنا شنشوف الآن عند الولد هنا تزين مش قاعد يسوي قاعد يجري تجربة ما أخذ نبات ويقص جزء من الساق وبيضعه في كوب المحلول اللي عنده فهو قاعد الآن يجرب قد كتب خطوات التجربة وقاعد ينفذ خطوات التجربة عشان إيش يوصل لنتائج النتائج هذه اللي بيوصل لها إما أنها تدعم فرضيته أو تقول فرضيتك غلط أو وعارضها وش معنها وعارضها يعني تكون مختلفة مع فرضيتك اللي أنت قلتها عندنا أيضا وقت إن شاء الله منطبق بعض التجارب حنستخدم بعض الأشياء وش نسوي فيها تزين نوزحها فمثلا عندي بالصورة هنا وش سوينا إحنا يا السلام عليكم موزعنا الحيوانات قسمنا الحيوانات إلى حيوانات لها عمود فقري وحيوانات ليس لها عمود فقري طيب هذا التقسيم وش أسميه لما نقسم الأشياء وش نسميها تزين نسميه تصنيف إذن أنا قاعد أصنف ش معنى أصنف يعني أقسم الأشياء أو أزحها أحط الأشياء المتشابهة مع بعض فمثلا نقول هذه الحيوانات تتشابه في أن كلها لها عمود فقري وهذه الحيوانات ليس لها عمود فقري هذا التصنيف إحنا نمارسل في حياتنا بالبيت بالدولاب طيب أنا قاعد أصنف أقسم ملابسي ملابس الداخلية أحطها مع بعض ملابس الرياضة مع بعض الثياب مع بعض فأنا قاعد إيش ملتزين قاعد أصنف اللي هو أقسم أحط الأشياء المتشابهة مع بعض في مجموعات مختلفة طيب أيضا عندنا من المهارات اللي إحنا نسويها ش نسوي ممتازين نسوي النماذج نسوي النماذج أعمل نموذج في بعض الأحيان ما نقدر نجيب العينات فنسوي نموذج لها مثل طريقة إيش تكون البركان ما نقدر نروح للصهارة تحت ولا نقدر نشوف طبقات الأرض لكن العلماء يوم درسوها سووا لنا نموذج النموذج ما معناته؟ يعني مجسم خلاص أو مخطط يوضح لي عمل الأشياء فبهذا المجسم أنا سرت أعرف أنه الصهارة موجودة في باطن الأرض الكرة الأرضية طيب مجسم اللي نشوفه إحنا في المختبار ونشوفه في بعض المكاتب طيب مجسم هذا نموذج عشان أنا أقدر أفهم القارات وين هي متوزعة كيف نسبة الماء على الأرض كهيرة ولا قليلة فالنماذج توضح لنا الأشياء أيضا عندنا من المهارات ها تازين شو نشوف عندنا هنا تازين مصطرة وقاعد يقيس طول الجزر فإحنا في تجاربنا إن شاء الله حنمارس بعض هذه المهارات راح نقيس الأطوال طيب حنقيس أشياء أخرى نقيس مثلا الوزن وزن الأشياء فأنا أقاعد أقيس أستخدم الأدوات المناسبة خلاص لإيجاد الحجم والمسافة والزمن والكتلة والوزن ودرجة الحرارة أستخدم ميزان درجة الحرارة في الماء عشان أعرف درجة حرارة الماء أو السائل أستخدم المتر عشان أقيس طول مسافة معينة فهذه القياسات مهارة إن شاء الله بممارسها مع بعض في تجاربنا أيضا عندنا من المهارات اللي موجودة مثلا لو قلنا إنه عندي الشكل الأول طولة أربعة صانتي وعرضة أربعة صانتي فطلعنا قلنا أربعة ضرب أربعة يساوي كم ستة عشر الشكل الثاني طولة خمسة وعرض ثلاثة إذن كم يصير الناتج لو بغيت أحسب المساحة نقول خمسة في ثلاثة يطلع 15 صانتي متر مربع أنا قاعد أسوي أضرب ممتازين فهذه عمليات حسابية استخدم الأرقام إذن أنا أرتب البيانات وأجري عليها إذن العمليات الحسابية أعد أو أجمع أو أطرح أو أضرب طيب فهذه عشان أقدر أفسر فيها بعدين البيانات فلو أخذنا نفس هذا الجدول طيب وها نفس هذه البيانات بس زودنا خانة قلنا النموذج هذا وش يمثل يعني لما يكون عندي 16 الطول أربعة والعرض أربعة وش بيكون عندي النتيجة أنه هذا الشكل ممتازين مربع طيب إذا كان الطول خمسة والعرض ثلاثة ثلاثة وش بيكون عندي بيكون الشكل عندي مستطيل فأنا فسرت البيانات يعني أستفدت من المعلومات وأجبت عنيش سؤال معين مثلاً أنا عندي محلول وقس درجة حرارته لقيتها 15 وبعد فترة بعد ما سويت التجربة لقيت هالمحلول أو الساعل لما أقس درجة حرارته لقيتها 20 إذا نستنتج أنه الآن في التفاعل هذا زادت زادت درجة الحرارة فأنا أفسر البيانات من المهارات اللي موجودة عندنا مثلاً نشوف أستخدم المتغيرات أجيب مثلاً نفس النباتين واحد أعرضه للضوء والآخر ما أعرضه للضوء كافي وألقاه يذبل إذا نستخدم المتغير طيب اللي هو الضوء في التجربة عشان أشوف النتائج لو تتذكرون في الحصة الماضية عمرو فيصل يوم جابوا الحجر إيش كان المتغير اللي يستخدموه ممتازين استخدموا الكلور فقلنا الكلور هو المتغير الآن يتحكم بعض الصخور اللي جاء عليها الكلور يصير فيها فتحات والصخور اللي ما تتعرض الكلور ما يصير فيها فجوات أو فتحات فنستخدم إحنا المتغيرات طيب أيضاً لما يجلس العلماء مع بعض ويتناقشون فهم إيش يتواصلون وهذه أنتم تمارسونها أنت مع زملائك تتناقشون في المتجربة في المختبر أنتم في البيت أنت وإخوانك أو عيال جيران أو عيال عمك أو عيال خالك تقولون تتناقشون فهذه المناقشة هي عبارة عن تواصل وشارك الآخرين أتشارك أنا وإياهم في المعلومات كل هذه المهارات إحنا نشوفها عندنا راح نتعرض لها في تجارب اللي حناخذها إن شاء الله في دروسنا القادمة أيضاً هذه المهارات أنتم تمارسونها في حياتكم في البيت أنت لما تتواصل مع أخوك أو مع أحد من أقاربك فهذا تواصل أنت لما تقيس طول حاجة أو مثلاً طول الثوب فإنت قاعد تقيس طول تستخدم هذه المهارة أنت لما تلاحظ مثلاً ملابسك مبللة هذه ملاحظة طيب فإحنا هذه المهارات نمارسها في حياتنا لكن وش فائدتها في العلوم راح نمارسها بشكل أدق وبشكل مرتب أكثر طيب عندنا تعليمات للسلامة خلاص في غرفة الصف أو في المختبر وفي الزيارات الميدانية لما نروح مكان نزوره طيب في غرفة الصف وش المطلوب مني أول شي أني أقرأ جميع التوجيهات والأشياء اللي في المختبر ألقى حولها علامة مثلث يعني لابد أني أكون حذر عند الاقتراب منها فمثلاً بعض المواد تكون ساخنة فنلقى عندها علامة مثل هذا المثلث يعني إيش نكون حذرين أو بعض السوائل أو بعض السوائل تكون حارقة شوي أو أنها تؤذي فنستخدمها بحذر دائماً إذا شفنا هذه العلامة المثلث يعني استخدم بحذر أيضاً أصغي يعني أستمع أستمع جيداً لتوجيهات وتعليمات معلمي أو معلمتي في المختبر أو في الصف عشان ونحن نجرب مع بعض تكون تجربتنا آمنة وأيضاً بعد ما ننتهي من تجاربنا نستخدم الماء والصابون ليش؟ قبل وبعد إجراء التجربة عشان نحافظ على أيدينا ونظافتها ولا نأكل أثناء التجارب عشان ما يصير فيه ملوثات تدخل ليش لأي سامنا طيب عندنا من الأشياء اللي كنا قبل شوي حذرنا منها اللي زي علامة المثلث عند الفرن بعض الأفران الساخنة بسبب الحرارة فلا ألمس قرص التسخين أكون حذر ما ألمسه حتى لا أتعرض ليش للحروق عشان ما أحترق أو ما أصيب نفسي بحروق أو أصيب زملائي أيضا يكون عندنا أدوات تنظيف عشان ننظف ونحافظ على نظافة المكان اللي إحنا نجرب فيه خصوصا لو أنسكب بعض المواد طيب أيضا من التعليمات اللي موجودة عندنا في المختبر أو في غرفة الصف أتخلص من المواد وفق تعليمات معلمي أو معلمتي يعني مثلا عندك أوراق ترشيح ما نأخذ ونرميها على طول حسب التوجيهات التعليمات المعلم عندي أنا أقدر أتخلص منها بطريقة آمنة لا أضر نفسي ولا أضر فيها زملائي طيب عندنا أيضا إذا أنسكب مادة من المواد على البلاط أو على الطاولة أو شيء لابد أني أخبر المعلم عشان أني يقدر أيش المعلم ومع بعض الطلاب يحلون هذه المشكلة وحتى لا أيش يتأثر فيها الآخرين أخبر معلمي أو معلمتي عن أي حوادث تتقع أو تكسر الزجاج أو انسكاب السوائل وأحذر من تنظيفها بنفسي لا بد أن نعطي المعلم خبر والمعلم يعطينا توجيهة أيضا من الأشياء أستخدم النظارات الواقية عند إجراء بعض التجارب أيضا من التعليمات اللي موجودة وراعي ما أقرب ملابسي أو شعري خصوصا الطالبات عند إجراء إيش بعض التجارب اللي تحتاج اللي تسخين أو تحتاج لبعض السوائل لنسكبها على بعض أيضا ما أشبك طيب فيش كهرباء أو ألمس أداة كهربائية ويدي إيش زي ما نشوف ويدي غرقانة بالماء لأنه ممكن يسير أو يأثر فيه الكهرباء طريقة إيش مباشرة يسبب لك التماس كهربائي أو نفض كهربائي طيب أتخلص من بعض المواد ولا أكل أو أشرب زي ما قلنا قبل شوي وإحنا نجري التجارب في المختبر أو في غرفة الصف طيب بعد ما نخلص تجاربنا طيب أرجع الأدوات أعيد الأدوات بالتنسيق مع معلمي أو معلمتي في المكان المخصص بالدولاب أو في الرف المخصص له ليش عشان يكون المختبر بشكل جميل ومرتب ويقدر يستخدمه بعدي أشخاص آخرين طيب إذا كانت عندي زيارات ميدانية يعني بنروح نزور مكان مثل عندي بنروح رحلة طيب مدرسية أو مثلا بنروح نزور مثل متحف هذا متحف الملك عبد العزيز بنروح مثلا نزوره أو في مناطق تانية بيروحون يزورون أماكن أخرى هذه مثل الأماكن اللي عندنا القبة الفلكية أو المتحف في رحلة علمية أو رحلة استكشافية في تعليمات معينة وشي هذه التعليمات أنه أكون أو لما أذهب مع زملائي وبرفقة معلمي لا أذهباش وحدي أكون مع المجموعة بل أرافق شخصا آخر مثل معلمة أو المعلمة أو أحد والدي طيب وشد التعليمات الثانية لا ألمس ما أمسك الحيوانات يعني لو مثلا الرحلة راح لحديقة الحيوانات ما نلمسيش الحيوانات أو النباتات دون موافقة المعلمة أو المعلمة عشان إحنا ما نتأذى طيب عشان إحنا ما نتأذى أكون مسؤول كيف أكون مسؤول أعامل المخلوقات الحية والبيئة والآخرين بإحترام نحافظ على نظافة المكان اللي نرح له طيب ونزوره ونحافظ على الأشياء ما نلمس الأشياء ما نكسر الأشياء ما نولع ونطف في الكهرباء مثلاً كل هذه السلوكيات ما نسويها إلا بعد استشارة المرافق اللي معاي سواء معلم أو معلمة أو أحد من أفراد أسرتي أو والدي كده تعرضنا اليوم لمجموعة من المهارات اللي حنتعلمها في الفترة القادمة بشكل أدق وأيضاً أخذنا بعض التعليمات والإجراءات اللي لازم نطبقها وإحنا في غرفة الصف في إجراءة تجارب أو في المختبر وأيضاً أثناء الرحلات أو الزيارات المدرسية إلى هنا إن شاء الله نتوقف إحنا وإياكم نلتقي في درس قادم بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع في أمان الله